سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله في عطلة تانية يا جماعة عايزين نقوله ان شاء الله العطلة ده هو الجهاز بيدفع وشغال وسخنيوته كويسة لكن ما بيدفعش السيليكون للداخل ده عيبة جماعة من هنا من الالية دي الالية دي يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو زي ما احنا شايفين كده لما بنضغط بص يا جماعة اهو يعني لما احنا بنضغط ده بيسحب السيليكون للداخل طبعا عن طريق زي ما احنا شايفين كده في حتة يا جماعة اللي هي من الداخل دي اما انا بضغط الزينات كده بيعلى فبيضغط على السيليكونية فبيسمح ان هو يمسكها ويدفعها للداخل نتأكد من الالية دي يا جماعة انها بتدفع السيليكون للداخل زي ما احنا شايفين كده اهو بصوا يا جماعة كده هي ماسكة بصوا مش عاقصة يطلع طبعا لما انا بعمل كده بروح بدخل ده كده 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 لحد ايه الداخل واتأكد ان هو بيزيح السيليكون للداخل ان شاء الله هيتصلح نلاحظ هنا يا جماعة في سوستة تحت ايه دي بتسمح بان هي ايه ترد الدراع ده عشان يسيب السيليكونية وبعدين الزينات بيروح ايه ماسك السيليكونية السيليكونية تحت او الشمعية ويدخلها جوه نلاحظ برضو ان دي موجودة ومش مكسورة ومش واقعة ارجو ان نكون وضحت الفكرة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه يا جماعة زي ما احنا شايفين كده قد السلكة هي تركبت في الدراع ده وتركبت في الماء في الاكسي ده هو وكده اهو وبعدين نحط دي كده اهو بصوا يا جماعة اهو بصوا بصوا اه قد القلية قلية الدخول الشمع للداخل عشان تدفع السيليكون داخل المصورة دي وتخرج بعد كده سخنة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته